الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لهذا الخير لهذه البركة لهذا النور لهذا العلم لهذه الكنوز لهذه الفوائد أذكركم بدعوة الناس الكبار والصغار الرجال والنساء ليستفيدوا من بحور علم مولانا الشيخ المحدث الهراري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أذكركم بتذكير غيركم ليكون لكم الأجر لتربحوا السواب لتشاركوا في نشر العلم ونبدأ بدرسنا بمجلسنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى مخلصين له ونبدأ من حيث كنا وقفنا في الدرس الأخير من كتاب سمعت الشيخة يقول أو درب السلامة في إرشادات العلامة قال رحمه الله رحمة واسعة من أراد الله به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه وهذا شرحناه وقال رضي الله عنه علم الدين الغلط فيه أمر عظيم أما علم الدنيا من غلط فيه ليس عليه كبير غلط هنا الآن موضوع جديد ونصيحة وفائدة غير التي شرحناها في المرة السابقة وهنا أمر عظيم ينبغي أن نتوقف عنده وهو أنه رحمه الله يبين وينبه ويحذر أن لا يتجرأ الإنسان على الدين برأيه وأن لا يخوط في القرآن والأحكام والتحليل والتحريم لماذا؟ لماذا؟ لأن الغلط في أمور الدين خطير الأمر في مسألة التحليل والتحريم أو تفسير آية بالرأي هذا ليس بهين بل هو إما كفر وإما كبير والعياذ بالله يعني من قال في الدين برأيه من تكلم في الدين بهواه من فسر القرآن من تكلم في العقائد من تكلم في الأحكام برأيه بغير علم هذا أحد سنين إما كافر فإن سلم من الكفر فإن نجى من الكفر لا ينجو من الكبيرة لا يسلم من الزنب العظيم لماذا؟ لأنه صار بحكم من أفتى بغير علم والفتوى بغير علم من الكبائر أليس قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد ضل؟ أليس قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ما معنى فأصاب؟ يعني صادف قوله الواقع هو بدون علم تكلم بغير علم تكلم هجم هجوما برأيه على الدين على التحليل والتحريم والحديث والقرآن والفتوى والتفسير والعقائد برأيه صادف قوله صادف كلامه الواقع هذا لا ينجيه من الكبيرة هذا لا ينجيه من الزنب العظيم لماذا؟ لأنه تجاسر خاطر فتكلم في الدين برأيه والعياذ بالله فهذا الإنسان وقع في الهلاك وهنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب هنا فأصاب انتبه ليس معناه أن الرسول عليه السلام يصوب فعله ليس معناه يحسن عمله ليس معناه يوافقه على أن يقول في القرآن برأيه لا فأصاب كما قلت يعني صادف الواقع ما فقال الرسول بعد ذلك فقد أخطأ ما معنى هنا الخطأ المعصية يعني فقد أذنبه يعني فقد أثمه يعني فقد وقع في الكبيرة وهذا بما أنه صادف الواقع نجى من الكفر لكن لا ينجو من الكبيرة لا ينجو من المعصية التي بها يصير فاسقا وقد قال العلماء من ارتكب ذنبا اتفق العلماء على أنه كبيرا صار من الفاسقين ما معنى صار من الفاسقين هذا يتعلق به عدة أحكام مسألة الشهادة مسألة نقل العلم مسألة الأمانة وإن مات على ذلك يستحق أن يعذب في جهنم لأنه مات فاسقا مرتكبا للكبيرة التي اتفق العلماء على أنها كبيرة فإذن التكلم في الدين بالهوى والرأي شيء خطير ثم قد يترتب على هذه الفتوى أو على هذا الرأي أو على هذا الكلام مفاسد أخرى غير التي تترتب عليه هو غير التي تصيبه وتلحقه هو مما يترتب من المفاسد زيادة على الذي شرحناه أن الناس الذين سمعوه والناس الذين استفتوه والناس الذين أخذوا بقوله هلكوا معه يعني مثلا بعض الناس اليوم يقعون في الكفر يكونون في حالة اللعب في حالة الغضب فيقعون في الكفر يسبون الله حاشا أو يسبون الرسول والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم أو يسبون الإسلام أو القرآن أو الملائكة أو الصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الكعبة أو ينكرون الآخرة هنا في بيروت وخارج بيروت أيضا بعض الجهال ماذا يقولون في إنكارهم للآخرة يقولون من راح شيف إجا وخبر يقولون لا جنة ولا نار ولا آخرة وهذا تكذيب للقرآن أليس الله يقول في القرآن الكريم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا قرآن أليس الله سبحانه وتعالى يقول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أليس الله يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وآيات كثيرة تثبت الجنة تثبت النار الحشر السؤال العذاب النعيم تثبت هذه الأمور التي أخبر عنها الرسول والأنبياء والإسلام والقرآن فيأتي إنسان وهو يلعب وهو يمزح أو في حالة الغضب يقول ما في لا جنة ولا نار ولا آخرة من راح شيف إجو خبار هذا صار من الكافرين لو قال لك كنت أمزح لو قال كنت ألعب لو قال كنت غاضبا رد عليه بهذه الآيات التي ذكرناها ثم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الأمين المأمون قال إنه رأى الجنة ليلة المعراج ودخلها قال ورأيت النار النار لم يدخلها لكن رآها الله أطلعه عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله ويجب الإيمان والتصديق بكل ما قاله الرسول عليه السلام فكيف يقول بعض هؤلاء الجهلاء مين راح شيف إجا وخبر يقولون لا جنة ولا نار ولا آخرة مثل هؤلاء كالذي أيضا يستحسن الكفر يمدح أديان الكفر أو يساوي بين الإسلام والأديان الأخرى هذا صار مكذبا لله أليس الله يقول في القرآن إن الدين عند الله الإسلام أليس الله يقول ورضيت لكم الإسلام مدينة أليس الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يأتي هذا الشيخ أو هذا الدكتور أو هذا المؤلف أو هذا الموقع أو هذا الفيلم أو تلك المسرحية والتمثيلية والمسلسل وهذا الخطيب وهذا المتكلم وهذا المحاضر وهذا الأستاذ فيقولون كل من كان حسن الخلق لو كان يهوديا بوذيا مجوسيا يدخل الجنة على زعمهم لو كان كما يقولون لماذا بعث الله الأنبياء كان ترك الناس وما هم عليهم وما هم عليه أليس الله يقول انتبهوا للآية من سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني هناك إنزار هناك تهديد هناك وعيد بماذا؟ بالنار بجهنم بالعذاب الأليم بالعذاب المقيم بالعذاب المهين أليس الله يقول ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كان كما يزعمون فكل هذا التهديد والوعيد لمن؟ لو كان كما يزعمون كل من حسن أخلاقه وحسن معاملته مع الناس لو كان يهوديا أو بوزيا أو مجوسيا أو ملحدا أو معطلا أو مرتدا أو غير ذلك من الكافرين على زعمهم لو كان بمجرد أنه حسن أخلاقه وحسن معاملته مع الناس يدخل الجنة فكل هذا الوعيد الذي ورد في الآيات في القرآن لمن هز على زعمهم؟ كان الله تعالى ترك الناس وما هم عليه كان الله تعالى ما بعث الرسل ما بعث الأنبياء ما خلق النار كان الله تعالى ترك الناس من غير إنزار ولا تبشير لكن الآية ماذا قالت؟ فبعث الله النبيين مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنزرين يعني من كفر بالنار وهذا الذي كفر قد تكون أخلاقه حسن مع الناس قد يكون راحماً لليتيم متعطفاً على الأرملة واصلاً لأقربائه لكنه على غير الإسلام والله ماذا قال في القرآن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ما قال كل من يحسن أخلاقه ولو كان من الكافرين يدخل الجنة ما قال هذا وحاشا بل اسمعوا أعيد لكم الآية ومن يعمل من الصالحات يعني الأعمال الحسنة الصالحة الطيبة المباركة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى انظروا الآن إلى الشرط وهو مؤمن هذا الشرط فأولئك يدخلون الجنة أما الكفار فماذا قال الله عن أعمالهم التي منها ما هو معاملة حسنة مع الناس والذين منهم من أخلاقهم حسن الكفار منهم من أخلاقهم حسنة لكن ماذا قال ربنا اسمعوا القرآن مسل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هذا المثال الذي ضربه القرآن في أعمال الكفار يعني لا ينتفعون بأعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا بثواب ولا بتخفيف عذاب ولا بإدراء دخولهم ولا بدخولهم الجنة لا ينتفعون بشيء من ذلك بل كما قال الله تعالى فزوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لماذا؟ لأنهم ضيعوا أعظم وأعلى وأولى وأفرض وأجل الفروض وهو الإيمان بالله ورسوله هذا أعظم حقوق الله على عباده أن يوحدوه وأن يعبدوه وأن لا يشرك به شيئا وأن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وحيث كذبوا الله وحيث كذبوا رسوله وحيث كذبوا القرآن فالأعمال الصالحة التي يعملونها صورة لا تقبل منهم عند الله ولا تصح وليس لهم عليها أجر وليس لهم فيها سواب ولا تخفف عنهم العذاب في الآخرة ولا تدخلهم الجنة أعيد لكم الآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن هذا الشرط قفوا عند الشرط انتبهوا للشرط وهو مؤمن فأولئك لماذا خصهم لأنهم آمنوا لأنهم أطاعوا الله والرسول بالإيمان بالله والرسول فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومما يؤكد هذا المعنى أيضا ما جاء في قول الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الشرط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو كان مجرد الخلق الحسن أو المعاملة الحسن تغني عن الإيمان فلماذا قتل الأنبياء حيث دعوا أقوامهم للإسلام لو كان بمجرد الخلق الحسن لماذا قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لو كان كما يزعم هؤلاء أدعياء الإسلام أدعياء الدكترة والمشيخ الكفار ويقولون الكافر إن حسن أخلاقه يدخل الجنة لو كان كما يزعم هؤلاء المكذبون لله تعالى لماذا قتل الأنبياء حيث دعوا للإسلام كانوا لم يدعوا الكفار للإسلام كانوا قالوا لهم ما دمتم تحسنون لبعضكم يكفي لكن حيث دعوهم للإسلام ودعوهم للإيمان وحذروهم من الشرك ونهوهم عن عبادة الأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم ونهوهم عن عبادة الطاغوط وأمروهم باتباع الأنبياء والإسلام نقم منهم ونقم عليهم الكفار فقتلوهم كم وكم من الأنبياء قتل لأجل أنهم دعوا للإسلام فأينما يزعمه هؤلاء الحمقى الذين نسوا كل هذا التاريخ في سير الأنبياء لماذا قتل الأنبياء لماذا لأنهم دعوا إلى التوحيد إذن معناه هناك شيء أعلى من الأخلاق هناك شيء أولى من الأخلاق هناك شيء أهم من الأخلاق وهو الأصل الأساس الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى كل النبيين والمرسلين وسلم فإذن هؤلاء الذين يقولون الكافر الذي يحسن أخلاقه يدخل الجنة والكافر الذي يحسن معاملته مع الناس يدخل الجنة كذبوا كل هذه الآيات التي ذكرناها الله ماذا قال في القرآن سمعوا هذه الآية الله ماذا قال في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا أصل دعوة الأنبياء ما قال لهم أعرضوا عن التوحيد الله ما قال للأنبياء أعرضوا عن التوحيد والإيمان والإسلام ومروا الناس بحسن الخلق فقط هو الأصل والأساس حاشا لو قال لهم كانوا ما قتلوا لو قال لهم كيف قال لا إله إلا أنا فاعبدون كيف في عشرات الآيات بل هناك ما يزيد عن ألف نص في القرآن فيه التحريض وفيه زم وفيه إظهار عيب وفيه التحذير مما فعله الكفار وقالوه واعتقدوه فوصفهم القرآن بالكفار وبالكافرين بنحو ألف نص أو أكثر من ذلك وهل هذا للمدح حيث نجد في القرآن أكثر من ألف نص أو قريب الألف نص يذمهم الله وعاب عليهم وقدح في عقيدتهم وذم أقوالهم وطعن في أعمالهم وسماهم بالكفار والكافرين بألف موضع هل هذا يكون للمدح أم للذم العظيم البالغ والبليغ ماذا تقولون عن هذا يا من تحسنون الكفر للناس وأنتم تدعون المشيخ والدكتر والإسلام والله الذي لا إله إلا هو والذي أنزل القرآن على قلب محمد لأنتم تدعون الناس إلى الشرك والكفر والضلال تتسترون بستار الإسلام وتقولون الكافر يدخل الجنة إن حسن أخلاقه أو حسن معاملته لو كان كما تزعمون لماذا قال الله في القرآن الكريم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لو كان كما تزعمون لماذا قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول يعني آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان بالله وأعرضوا عن الإيمان برسول الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ما قال فإن أحسنوا فيما بينهم فالله يحبهم بيّن أنه لا يحبهم لكفرهم لا يحبهم لكفرهم لو كانوا يحسنون للأيتام والأرامل والفقراء والمشردين والمهجرين والزمنا لو كانوا يحسنون إلى كل هؤلاء الله لا يحبهم لكفرهم لماذا قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا لاحظوا كل هذه الآيات لو كان كما زعم هذا الدجال الزنديق مدعي المشيخة الذي يضع عمامة على رأسه وقال في التلفزيون الكافر يدخل الجنة لو كان كما قال هذا الزنديق الكافر المكذب لرب العالمين والقرآن والإسلام والأنبياء لو كان كما قال لماذا قال الله تعالى في القرآن الكريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لاحظوا كل هذه الآيات تؤكر على الإيمان على الإسلام على التوحيد على ترك الشرك على اتباع الإسلام والعقيدة وتجنب الكفريات والخلاص من كل الكفريات كل القرآن يؤكد على ذلك اسمعوا الآية وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ما قال استمروا على الشرك والكفر لكن أحسنوا للناس ما قال قال اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فمثلا الذي يغضب يلعب فيسبع ازرائيل والعياذ بالله اليوم بعض الناس إذا مات لهم من يحبون يشتمون ازرائيل يسبون ازرائيل بالألفاظ القذرة بالألفاظ الوقحة بالألفاظ الدنيئة السخيفة يشتمون ازرائيل وعزرائيل عليه السلام من سادات ورؤساء الملائكة عليه السلام والإيمان بالملائكة من جملة أصول وأركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل المشهور المشهور معنويا عند العلماء ولفظه موجود في كثير من كتب الأحاديث وهو حديث صحيح ماذا فيه بيّن الرسول عندما سئل عن الإيمان في حديث جبريل كما قلنا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته لاحظوا وفي القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن لاحظوا كل هذه الآيات كيف يعرضون عنها كيف يتركونها كيف يكذبونها كيف يعارضونها كيف يخالفون معناها بل يكذبون الله ويقولون الكافر يدخل الجنة لاحظوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن يعني هذا من عقائد الإيمان من أصول الإيمان من الأمور الضرورية من أركان الإيمان والمؤمنون كل آمن يعني كل أمم الأنبياء المسلمة كل أمم الأنبياء المؤمنة الأمم المسلمة الأمم المؤمنة كانت تؤمن بهذه الأمور بأركان الإيمان الستة والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لاحظوا هذا القرآن وحديث جبريل الذي ذكرناه وفي القرآن في سورة النساء ومن يكفر لاحظوا هناك الدعوة إلى الإيمان والأمر بالإيمان والحس على الإيمان بهم هنا الآن التحذير من الكفر بهم في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا في آية واحدة سماه كافر وضال في آية واحدة وعزرائيل عليه السلام كما ذكر المفسر أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسير سورة السجدة عند قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قال هو عزرائيل وهكذا قال الرازي وكثير من علماء التفسير ثم ورد في بعض الأحاديث أن ملك الموت هو عزرائيل كبعض الأحاديث التي رواها الطبراني في الطوالات وفي بعض الأحاديث التي رواها البيهقي فعزرائيل هو من رؤساء الملائكة والقرآن يبين لنا أن من يطعم في الملائكة من يكذب بالملائكة ولا يؤمن بهم هو كافر كما مر معنا بالآية التي في سورة النساء ثم بعض الناس إذا مات لهم قريب أو صديق أو حبيب يسبون عزرائيل هؤلاء خرجوا من الإسلام لو قال كنت غاضبا لو قال كنت لاعبا لو قال كنت مازحا خرج من الإسلام القاضي عياض نقل الإجماع على كفر من يسب ويشتم الملائكة الإجماع أن الذي شتم وسب الملائكة كافر بالإجماع يعني هذه الأمور لا يلعب بها هذه القضايا ليست للمزاح واللعب حاشة وكلة هذا من أصول الإيمان من العقائد التي جاء بها كل الأنبياء من العقائد التي حس عليها القرآن الإيمان بالملائكة فكيف يسبون وكيف يشتمون وكيف يقال عنهم بنات ونساء وهذا تكذيب للقرآن الله ماذا قال في القرآن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لن يسمون الملائكة تسمية الأنسى يعني انتبهوا لأولادكم من المدارس من المعاهد من الجامعات من الحقائب المدرسية من الثياب من أوعية الطعام الصحون يوضع لها أو بعض السريات يوضع عليها صور بنات لها أجنحة ويقولون ملائكة حاشة الله بيّن أن الكفار هم الذين يقولون ذلك الله بيّن أن الكفار هم الذين يعتقدون ذلك أعيد لكم الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناسا لكن قد يتشكل الملك بصورة الرجل لكن الصورة هذه الخارجية الظاهرية من غير مخرج البول والغائط هم ليسوا ذكورا وليسوا إناسا وإذا تشكل قد يتشكل بصورة الرجل من غير مخرج البول والغائط لكن هو ليس ذكرا وليس أنسى الملك ولا يتشكلون بصور البنات والنساء والإناس أليس في القرآن فتمثل لها بشرا سويا يعني الملك قد يتشكل لكن كما قلت لكم فقط بهذه الصورة من حيث الظاهر يعني والسيدة مريم عليها السلام رضي الله عنها ونفعنا بها وببركاتها وأمدنا بمددها ما عرفته أنه جبريل يعني مع مقامها العظيم في الولاية ما عرفت ظنته إنسانا خافت أن يعتدي عليها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني إن كنت تخاف الله فلا تتعرض لي بأذى عند ذلك أخبرها أعلمها أنه ملك أنه جبريل أن الله بعثه إليها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية عند ذلك عرفت وهذا دليل من القرآن أما من الأحاديث فكثيرة منها حديث جبريل أليس جاء كما في حديث عمر جاء بهيئة الإنسان الذي يلبس البياض شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منه كما قال عمر يعني جاء متشكلا وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء متشكلا بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء وكان من أجمل الناس هذا ثابت في القرآن وفي الحديث فالملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناسا وكلهم أولياء ليس فيهم كافر ولا فاجر ولا ظالم ولا فاسق ليس فيهم من يعارض الله أو يعترض على الله ليس فيهم من يعصي ربه أليس الله يقول في القرآن وهم بأمره يعملون من هنا نعرف أن القصة المكذوبة على هاروت وماروت أنهما زنياب المرأة التي يقال لها الزهراء أو شريباء الخمر أو قتلاء الصبي كذب وافتراء أليس هذه الآية وحدها تكفينا وهم بأمره أي بأمر الله يعملون فهل هذا الزنا كان بأمر من الله على زعم الكذابين الشياطين الدجالين الذين يكذبون على هاروت وماروت حاشة أليس الله قال عنهم أي عن الملائكة في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أليس الله عز وجل قال في القرآن عنهم بل عباد مكرمون أولياء وهذا كله دليل صريح صحيح على أن إبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة حاشة الله ماذا قال عن إبليس في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه وماذا قال عنه في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كيف يكون ملكا ويكون من الكافرين كيف يكون والعياذ بالله ملكا ويعترض على الله هذا لا يصير هذا يعارض الآيات السلاسة الأولى التي ذكرناها وهم بأمره يعملون بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن إبليس ليس ملكا بل قال الإمام الحسن رضي الله عنه كما روى عنه ذلك الحافظ الصيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك ماذا قال إن إبليس لم يكن ملكا قطو ولا طرفة عين ولا طرفة عين مش ألف سنكين ملك مش ميت سنكين ملك كذب هو جني منذ خلق كان من الجن ففسق عن أمر ربه ثم قلنا الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناسا لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتعبون من طاعة الله لا يتناكحون لا يتوالدون لا يبولون لا يتغوطون لا يمتخطون لا يعصون لا يكفرون لا يفسقون لا يفجرون وليس لهم زرية أجسام نورانية لهم أجنحة ولهم أرواح وأرواحهم ألطف من أجسامهم ولهم عقول ولهم إرادة اسمعوا وانتبهوا إبليس الله أثبت له الزرية لإبليس الله أثبت لإبليس الزرية ماذا قال في سورة الكهف أفتتخذونه وزريته أولياء من دونه هذا دليل واضح جدا أن إبليس ليس ملكا ولا طاوص الملائكة إبليس ذكر وله زوجة أنسى وله زرية كما أثبتت هذه الآية إذن أفتتخذونه وذريته أما الملائكة ليس لهم زرية فهذا الذي يشتم الملائكة يسب الملائكة الذي ينكر وجود الملائكة سمع الآيات سمع الأحاديث سمع أن هذا من دين الإسلام سمع بالإجماع ثم يقول لا يوجد ملائكة أو يسب الملائكة أو يحقر الملائكة أو يقول فيهم بنات أو يقول عنهم نساء هذا صار من الكافرين يعني هذه الأمثلة التي ذكرتها الآن ما هو تعلقها بالعبارة التي قرأناها من كلام الشيخ الآن يتضح لكم المعنى كل هذه الأمثلة التي حذرنا منها هي من أنواع الكفر يأتي بعض الناس ممن وقعوا في هذه الكفريات إلى دجال إلى مدرس إلى من صورته صورة شيخ أو خطيب فيقول له أنا شتمت الملائكة وذلك يقول له أنا مدحت عقيدة اليهود والبوز والمجوس والهندوس والشرك والكفر ويأتي الآخر فيقول له أنا أنكرت الجنة والنار والآخرة ويأتي الرابع يقول له أنا شبهت الله بخلقه ويأتي الخامس فيقول له أنا استهزأت بالصلاة والصيام والزكاة والكعبة ماذا يقول له هذا المفتري الذي هو في صورة مفتي يقول له أنت كنت غاضبا كنت لاعبا كنت مازحا أنت ما نويتا أنت ما قصدتا أنت ما كفرتا رأيتم لماذا قال الغلط في الدين غلط خطير وكبير وعظيم وأعظم وأكبر وأخطر من الغلط في أمور الدنيا هذا مثال البارحة سئلت البارحة بالتحديد نحن اليوم الأربعاء الثلاثاء البارحة سئلت عن من يفهم معنى أبوس وقال عن الله أبوس ربك لكن قال أنا ما نويت المعنى وما قصدته قلت لهم أليس هو يفهم المعنى من كلمة البوس وهو التصاق الفم بالشيء الذي يقبل بالشيء الذي يقبل يعني اتصال هذا المقبل بالفم أليس يفهم معنى البوس قالوا بلى لكن هو لا يعتقد هذا ولا يعتقد أن الله يمس أو يمس أو يجس قلت لهم لو كان لا يعتقد لكن لفظا صار واقعا في الكفر اللفظي صار واقعا في الكفر القولي ولو كان لا يعتقد معنى العبارة وأعطيتهم مثالا عن ذلك قلت لهم المرأة الأم التي تعتقد أن الله ليس له ولد تعتقد وتعرف وتقول الله ليس له ولد لكن عند الغضب تقول لابنها سكت يا ابن الله هي تعتقد اعتقادا جازما أن الله ليس له ولد لكن باللفظ شتمته أم لا باللفظ كذبته أم لا باللفظ شبهته بخلقه أم لا باللفظ كذبت القرآن أم لا باللفظ كذبت التوحيد والتنزيه أم لا بلى فصارت كافرة لو كانت تقول أنا أعتقد أن الله ليس له ولد لكن باللفظ صارت كافرة واسمعوا القرآن يقول الله تعالى وينزر الذين قالوا ما قالوا اعتقدوا ما قالوا اعتقدوا والآية في سورة الكهف وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ما قالوا معها اعتقد مجرد اللفظ مجرد اللفظ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تهديد ووعيد وانزار بجهنم بالنار لمن نسب لله الولد ولو لفظا لو من غير اعتقد هذا القرآن وتعالوا إلى آية أخرى من سورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ما قالوا اعتقدوا يعني هذا اسم كفر قوله قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهذا إجماع نقله القرطبي وتعالوا إلى آية ثالثة من سورة التوبة أيضا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى آية رابعة قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى آية خامسة ومن يرتد منكم عن دينه والخطاب للمسلمين ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذن مات مع ذلك قال عنه كافر وحبط عمله في الدنيا والآخرة ماذا تريدون أكثر من هذه الآيات نحن تسع آيات أو أكثر كم آية ذكرنا قبل الآن أيضا إذن هذا الذي يقول له كنت غاضبا كنت لاعبا كنت مازحا ما كفرت رأيتم الغلط في الدين أباح الكفر هذا المفتي هذا الشيخ هذا الإمام هذا الخطيب هذا المدرس هذا الفيسبوكي أفتى بإباحة الكفر قال كنت غاضبا قال كنت لاعبا قال كنت مازحا ما كفرت ورط نفسه هو صار من الكافرين أباح الكفر نشر الكفر فتح باب الكفر على مصرعيه للناس وكأنه قال يا أيها الناس من غضب منكم من لعب منكم من مزح منكم والعياذ بالله حاشة هو كأنه يقول فليسبوا الله والأنبياء والإسلام والقرآن والملائكة والصيام والصلاة وليضع النجاسات على المصحف ثم يقول أنا ما نويت ما اعتقدت ما قصدت كنت غاضبا كنت لاعبا ما هي النتيجة الدعوة إلى الخروج من الإسلام ما هي النتيجة إباحة الكفر ما هي النتيجة الدعوة إلى الكفر ما هي النتيجة تصديقا وعملا بقول إبليس صار هذا المفتي من أتباع إبليس صار هذا الشيخ من أتباع إبليس قال الله تعالى في القرآن الكريم عن إبليس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم مثل الغنم مثل البقر اتبعوا إبليس اتبعوا الكافرين اتبعوا الشياطين الشياطين الإنس والجن لو لابسين لفيت لأن الذي يبيح الكفر شيطان من شياطين الإنس عدو الله عدو القرآن عدو الإسلام عدو الأنبياء يبيح الكفر يدعو الناس إلى جهنم يقطع طريق الآخرة وطريق الجنة على الناس يبيح لهم الكفر اسمعوا ماذا قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يتبرأ منهم فإذن هذا الذي قال أبوس ربك يفهم المعنى كفر بالقول لو كان يعتقد أن الله ليس جسما يقبل أنت إذا رأيت ولدك ثم أردت أن تقبله كيف يكون هذا التقبيل بأن تأخذ وجهه رأسه يعني صار اتصال التقاء مباشرة جسم بجسم ثم تقبل ولدك تأخذ يد مثلا أبويك تقبلهما تأخذ مثلا يد طفل صغير تقبلها البوس قال صاحب القاموس البوس التقبيل يعني هي فصحة هي فصحة والعامي يفهم معناها مرة كنا في مدينة عربية وحذرنا في محاضرة من هذه العبارة منتشر هذه الكلمة هناك يقولون أبوس ربك أبوس ربك ثم بعضهم ماذا تبجح قال الدليل أنه ما بيقصد كمين بيقول أبوس روحك ليش هو بيقدر يبوس له روحه قلت له أنا قلت له إذا قال له أبوس مرتك يقبل قال يمكن يقتله قلت له يا شيطان يعني يفهم المعنى يا دجال يعني يفهم كلمة أبوس يعني هي التقبيل يعني هي اتصال يعني هي مماثة يعني هي مباشرة يعني يفهم المعنى لو وحد قال له أبوس مرتك وقال ما قصدت المعنى هل تمشي عندهم قالوا لا هل يقبل يمكن شويربو بيوقفو لو وحد قال له أبوس مرتك على زوجته لم يقبل أما على الله قبيله يعني يفهم المعنى هذا الملعون الكافر من الذي لا يكفر مثلا لو واحد كان كفرنسي هندي إنجليزي لا يعرف بالمرة معنى أبوس في اللغة العربية ولا يعرف معنى التقبيل هو أعجمي واحد لقنه قال قل أبوس ربك فقال العبارة وهو لا يفهم معنى ما يقول لا فهم ولا أراد ولا نوى ولا قصد ولا يعرف المعنى لا اللفظ ولا غير ذلك يعني مجرد عن بعيد ورى واحد عربي عن بلقن الكلمة هذا الفرنسي أو البنغالي أو السيرالنكي بهذه القيود هو ما كفر أما الذي لقنه يعني العربي الذي لقنه هذه الكفرية هو كفر إذن كيف يدافعون عن هذه الكفرية ويقولون ما نوينا ما قصدنا كالذي يقول في الشارع أخت ربك وهو يعتقد أن الله ليس له أخت مع ذلك كفر لأن هذا يقال له الكفر اللفظي الكفر القولي لو كان جازما معتقدا أن الله تعالى ليس له أخت عرفنا خطورة الفتوى في الدين بغير علم هذه كلها أمثلة عن كلمة عن عبارة قالها مولانا الشيخ قال علم الدين الغلط فيه أمر عظيم لأن الذي أفتى في مثل هؤلاء أنهم لا يكفرون صار كافرا أفتى بإباحة الكفر أمر الناس بالبقاعة للكفر ليموتوا كافرين فيدخل جهنم ويكون هو وهم مع إبليس في النار رأيتم الخطورة مع ما يترتب على ذلك في الدنيا من أحكام ومسائل انفساخ عقد النكاح حرمان الإرث وا وهناك مسائل عدم صحة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات عدم صحة الصلاة وراء هذا القائل للكفر وهناك أشياء كثيرة جدا 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 تتعلق بهذه الأحكام فكيف يتجرؤون على إباحة الكفر وإن سألتني هل يوجد أحد يقول هذا نعم منهم من سمعناهم ومنهم من كنا في مجالسهم ومنهم من حضرناهم على التلفزيونات ورددنا عليهم ومنهم من قصدناهم في بيوتهم ومع ذلك بعضهم لم يتراجع أنا مرة ذهبت مع الشيخ يوسف الملة هنا في بيروت حصلت حادثة رجل من آل مسيلخة جاء إلينا كنا في مسجد برج أبي حيدر قال أنا كنت غضبين وسبيت الرسول والعياذ بالله حاشة صلى الله على الرسول وسلم قلنا له هذا كفر تشهد تشهد الرجل قال لكن الشيخ فلان قال لي أنت كنت غضبين ما كفرت بس مضأت عيدها قلنا له أكيد أنه هو قال لك هيك قال نعم قلنا له تذهب معنا إليه قال أذهب خذنا معنا كتب العلماء الإجماع على كفر شاتم الرسول رحنا لعنده طلع هذا الشيخ يعني شو بدي أحكي منزل الكتب على زعمه الشريعة والدين والتفسير على القرآن والتفسير القرآن على الأرض وعم بعزل مكتبته وعم بيفشخ بإجريه فوق الكتب يعني والعياذ بالله يمر فوقها ويمر قدميه فوق الكتب نحن صرنا نرفعها من طريقه يعني صرنا شو إن نحيها إلى الأطراف حيث هو يتنقل كلنا له جئنا لهذه القضية صار يتصبب عرقا صار يتصبب عرقا بالدعي المشيخة بالدعي العالمية وله منصب على زعمه بخرج طلاب شريعة وهو أباح مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ارتبك ثم قال أنا قلت له لا ترجع إلى هذا قلنا له لكن إن قلت له ما كفرت أنت كفرت عليك أن تتشاهد أمامنا لم يتشاهد صار يتلعسا بالحكي وصار يعرأ ويتصبب عرق ويتلون وأمامنا لم يتشاهد وآخر شهرته أوسع من هذا في الدنيا أنا سمعته على التلفزيون كان في برنامج يومها مع مرسل على برنامج يقال له كلام الناس واستقبل هذا مدعي العالمية والمشيخة وله صيد في الدنيا قال له شو بتقول يلي بيسبه رب العالمين بالشارع قال له ما في حدا بيسب رب العالمين هذا لغو الحديث لغو الكلام هذا بيكون غضبان وعمامته هكذا أنا رأيت وسمعته وأرددت على المنابر فإذن هؤلاء الشياطين بثياب مشايخ عفاريك بثياب علماء فاحذروهم هؤلاء يبيحون الكفر للناس رأيتم خطورة هذه المسألة في من يتكلم في الدين برأيه بغير علم الغلط فيها إلى أين يوصل أحيانا وأحيانا قد يكون والعياذ بالله تعالى هم ممن يصرحون بإباحة مسبة الله لكن يتسترون بالمشيخة وبعض الناس اليوم يتبجحون بالكفر يعني مبارح مبارح أمس أو البارحة في الليل يعني في برنامج طلعت واحدة مشهورة صارت والعياذ بالله تقول عن رب العالمين صديقي وصاحبي وأنا عتبين عليه وعمل معي شغلة زعلني وهو بيعرف أنه أنا بزعل كيف بيعمل معي هيك وأنا عتبين عليه وأنا لا في ناس بيعترضوا على الله في ناس نعم بيزعلوا بيعتبوا عليه الخبيثة الوضيعة تتكلم عن الله كأنها تتكلم عن صديق لها أو رفيق لها أو شفير عندها أو ناطور بناية عندها أو خادم حاشا لله تنزه الله تقدس الله تقول الخبيثة أنا عتبين عليه وزعلين منه كيف بيعمل معي هيك بيعرف أنه أنا بيزعل وعمل معي هيك قال لها هذا الذي يكلمها قال لها ما بتعرف أنه الاعتراض على حكم الله قالت له بلى فيه اعتراض على الله أنه على زعمها أنه هي عم تدلل على الله فبتعترض وبتعتب على الله هذه أي شيء لها إن كان في الإسلام في القرآن في الدين في الإيمان إذن انظروا وهذا على الفضائيات هذا في المواقع يتبجحون بالكفر يتبجحون يتفتقون بالكفر وكل واحد منهم أبشع من التاني واحد مثل الكرتيل المحروقة وواحد مثل الكرنيب المصلوقة ويجيين بدون يعترضوا على الله ويسبوا رب العالمين ويسبوا الرسول ويسبوا الإسلام ويدعون ويدعون الإسلام ألا لعنات الله عليهم تترى ألا لعنات الله عليهم كلما قام عبد أو قعد والذي يبيح لهم هذا الكفر هو شريكهم في الكفر أخوهم في الكفر إن ماتوا على ذلك يخلدون في جهنم قال أما علم الدنيا يعني الآن القسم الثاني من العبارة أما علم الدنيا من غلط فيه ليس عليه كبير غلط مع أنه بعض القضايا بتكون خطيرة جدا لأنه إذا بدنا نقول مثلا الطبيب الطبيب إذا كان أحمق إذا كان بيعه أمشي مثل الجزار المسلخ واللحمة هذا المريض قطعوا له إيده هذا المريض شيلوله عينه هذا قصوله إجره هذا شيلوله كلوته وهذا الطبيب بينسى لمقص وبكرة الشاشة معدة المريض يعني في منهم تجار لا وهذا خطر وأمر كبير وعظيم ويستحق التحذير فيه ومنه لكن ليس بخطورة الأول التاجر يلي بيبيع الناس بضاع فيز أمره خطير وعظيم ويحذر منه لكن ليس بخطورة الأول الاستاذ يلي بياخد الشهادة مزورة وبيروح بيعمل محاضر بالجامعات وما بيعرف يوصل المعلومات للطلاب يحذر منه لكن ليس بخطورة الأول وهكذا في كثير من القضايا يحذر ممن غش أو ظلم أو كذب أو افترى أو 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 لكن ليس كالمسائل الأول الذين يبيحون الكفر للناس فالخطر في أمور الدين يعني الغلط الغلط بالخطأ والغلط في من يفتي ويتكلم في الدين برأيه قد يؤدي إلى الكفر كالأمثلة التي ذكرناها لكم وكل هؤلاء وغير هؤلاء ممن كفروا أو وقعوا في الكفر لاعبين أو مازحين خرجوا من الإسلام ولا يرجعون للإسلام إلا بالشهادتين هذا شرح عبارة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم نلقاكم إن شاء الله يوم السبت الساعة السامنة بتوقيت بيروت مع كتابي سمعت الشيخ يقول أو درب السلام في إرشادات العلامة أستودعكم الله في حفظ الله رعاكم الله قواكم الله صانكم الله أراكم الله نبيه صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم مرة ثانية ورحمة الله وبركاته شكرا